اشتركوا في القناة على حسب ما وصلنا من المعلومات طبق قضية اشتشافيه وتعافيه تخضع إلى عامل الزمن ليس بمقدورنا أن نقدر كم سيمكث الرئيس في ألمانيا اشتركوا في القناة آخر المعلومات التي وصلتنا أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في قدمه وأن هذه العملية كانت صعبة ولكنها ناجحة على حسب ما وصلنا من المعلومات طبق قضية اشتشافيه وتعافيه تخضع إلى عامل الزمن ليس بمقدورنا أن نقدر كم سيمكث الرئيس في ألمانيا